اشتركوا في القناة وفور انتهاء مراسم الاستقبال الرسمي عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية شهدت استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين منذ تدشينها في عام 1975 ونقاشا حول سبل دعم تلك العلاقات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري كما تبادل الرئيسان الرؤى ووجهات النظر حيال تطورات القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي الصدارة منها الازمات السياسية والامنية التي تشهدها بعض دول القارة في ليبيا ومنطقة الساحل وافريقيا الوسطى وبورندي الجلسة الثنائية تحولت الى اخرى موسعة بحضور وفدي البلدين لتتناول بحث سبل تعزيز معدلات التجارة البينية والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين كما تطرقت جلسة المباحثات الى اهمية التعاون في مجالي الزراع والثروة السمكية المباحثات الموسعة شهدت كذلك سبل تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين في المحافل الاقليمية والدولية في اطار حرص مصر من خلال عضويتها في مجلس الامن ومجلس السلم والامن الافريقي على التنسيق مع الجابون بشأن الموضوعات المطروحة على اجندة المجلسين عقب ذلك شهد الرئيس السيسي ونظيره الجابوني التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين البلدين تتعلق الاولى بتدشين آلية للمشاورات السياسية بين البلدين وقعها وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الجابوني ايمانويل ايوزي بالاضافة الى البروتوكول التنفيذي لاتفاق التعاون الفني والثقافي خلال الفترة من عام 2016 الى عام 2018 ووقعها وزير خارجية البلدين كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التربية والتعليم الفني وقعها وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي شربيني ووزير الخارجية الجابوني كما تم التوقيع على البروتوكول المعدل للتعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية ووزارة الصحة الجابونية لانشاء المستشفى المصري الجابوني ووقع على البروتوكول وزير الخارجية سامح شكري ووزير الصحة الجابوني بول بيرجي كما وقع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ونظيره الجابوني على بروتوكول تعاون في مجالة الصناعات الدوائية وفي مؤتمر صحفي بين الرئيسين أكد خلاله الجانبان على عزمهما دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لقد أتحت المباحثات بيننا اليوم فرصة جيدة لاستعراض مجموعة للعلاقات الثنائية حيث تتوفر فرص حقيقية للدفع قدما بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لكي يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة هم يتطلب تكثيف الجهود سعيا لزيادة معدلات التجارة البينية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وقد أكدنا كذلك على ضرور تطوير التعاون في خطاع الرعاية الصحية في دوق نجاح تجربة المستشفى المصري الجابوني الذي يعمل به عدد من الاطباء المصريين والجابونيين المباحثات التي جرت بين الجانبين عكست كذلك رغبة قوية لدى البلدين على تعزيز التنصيق السياسي في المحافل الإقليمية والدولية حيال قضايا السلم والأمن بالقارة إضافة إلى سبل مكافحة الإرهاب وقد تنولنا في هذا الصدد عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث تبادلنا وجهات النظر حول سبل مكافحة الإرهاب باعتباره خطرا مشتركا يهدد دول القارة الإفريقية كما بحثنا الأوضاع في ليبيا وفي منطقة الساحل وكذلك في أفريقيا الوسطى وبورندي إذ اتفقنا على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية لمساندة تلك الدول في التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجهها والتواصل إلى تسويات سياسية لما تمر به من أزمات ترجمة نانسي قنقر